ترجمة نانسي قنقر وهي تقع في قضاء بنت جبيل وهي من القرى غير ليست على الحدود هي في القرى الخلفية وتقع في قضاء بنت جبيل إذن هذه الغارة أدت إلى سقوط عدد من القتلى بحسب المعلومات لكن حزب الله اليوم نعى عنصرين من مقاتليه أما خلال ساعات الفجر أيضا الطيران الإسرائيلي عاد وأغار على بلدة كفركلة في القطاع الشرقي وخلال هذا النهار كان هناك قصفا مدفعيا طال بلدة ميس الجبل إذن الغارات تركزت أو القصف العنيف كان خلال ساعات الفجر من خلال الغارتين التي استهدفتا بلدة السلطانية وأيضا بلدة كفركلة لكن خلال هذا النهار يبدو أن الهدوء الحذر يسيطر على الأجواء الجنوبية لكن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق بشكل مكثف في سماء الجنوب وكذلك طائرات الاستطلاع عدا ذلك كاترين هناك هدوء على كامل الخط لكن قبل قليل كان هناك خبر يقول بأن ربما هناك مسيرة انقضاضية دخلت إلى الأجواء في القطاع الغربي في رأس النقورة حيث يجري جيش الاحتلال منورات عسكرية اليوم في تلك المنطقة هذه الأخبار ما زالت غير مؤكدة حتى هذه الساعة أو على الأقل حزب الله لم يصدر أي بيان بحال نفذ هذه العملية أم لا هل هناك مسيرة انقضاضية فعلا دخلت إلى الأجواء المقابلة للحدود اللبنانية وبالتحديد في النقورة ربما نتأكد من ذلك حين صدور أي بيان أو أي معلومات قد ترد في هذه الأثناء نعم كاترين طيب عندما قال الجيش الإسرائيلي أنه بدأنا الانتقال من الدفاع إلى الهجوم على جبهة الجنوب اللبناني هل صدرت أي ردود فعل من الجانب اللبناني على مثل هذه التصريحات وكيف تم التفاعل مثل هذه التهديدات المتكررة من الجانب الإسرائيلي في الواقع لا يوجد تصريحات رسمية مباشرة حول هذه التصريحات التي كانت من الجانب الإسرائيلي لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي لقاء صحفي عاد وقال بضرورة تنفيذ القرار 17-01 وبأن لبنان لا يريد حربا موسعة لكن إسرائيل هي من تعتدي على البلد ومن حق لبنان بطبيعة الحال أن يدافع عن نفسه حزب الله بطبيعة الحال وهذه تصريحات ليست جديدة حزب الله يصرح بشكل دائم بأن في حال تم الاعتداء على لبنان أو في حال توسعت هذه الحرب سيرد على أي اعتداء إسرائيلي وهو قال من خلال مسؤوليه في الفترات السابقة بأن أي تصعيد سيقابل بالتصعيد وأي توسع سيقابل أيضا بالتوسع إذن حزب الله موقفه واضح وليس جديدا أما بالنسبة للموقف اللبناني الرسمي هو يطالب منذ بدء هذه المواجهات بضرورة إيجاد حل هذه المواجهات التي تحصل بضرورة رد إسرائيل عن اعتداءاتها التي تقوم بها بحق أهل الجنوب وأيضا عدوانها على أكثر من منطقة في لبنان وبضرورة العودة إلى البحث بتطبيق القرار 17-01 لكن كاترين كل هذه الأمور البحث السياسي في هذه المواضيع ربما هي تكون مؤجلة إلى ما بعد الوصول إلى هدنة في قطاع غزة لأن هذه الجبهة مرتبطة وارتباط مباشر بما يجري في قطاع غزة هذه جبهة الجنوب حسب حزب الله هي جبهة إسناد وحين تتوقف الحرب على غزة أو التوصل إلى هدنة ما في قطاع غزة تتوقف الحرب في هذه الجبهة وسيكون هناك حديث في السياسة ما بعد وقف العمليات العسكرية لكن ما زالت الحرب طالما الحرب ما زالت مستمرة في غزة هذه الجبهة ستبقى مفتوحة وأي حديث في إعادة البحث في القرار 17-01 سيكون مؤجلا إلى اليوم التالي ما بعد توقف المواجهات العسكرية كيف يترقب لبنان الرد على الهجوم على القنصلية الإيرانية في ديموش خاصة أنه يتوقع لا يكون الرد مباشرا من إيران في الواقع هناك حالة من الترقب والقلق بطبيعة الحال لأن إيران لم تصرح كيف سيكون الرد ولا يعلم أي أحد من أين سيأتي الرد هنا في لبنان في هذه الجبهة المفتوحة والمواجهات القائمة ما بين حزب الله وإسرائيل هناك بعض التخوفات بأن يكون الرد من لبنان على اعتداء إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق هذا الموضوع أرخى حالة من القلق والترقب بهذا الموضوع بالتحديد لأن رد ربما يكون كبير أو ربما يؤدي إلى مواجهة كبرى لبنان لا يستطيع تحملها أيضا ربما نتحدث عن الموقف الشعبي بالنسبة لحرب شاملة قد يتعرض لها لبنان لبنان الذي يقع تحت أزمة اقتصادية كبيرة منذ حوالي خمس سنوات الوضع في لبنان متأزم أصلا وأيضا حال الناس إن كان هنا في جنوب لبنان أو بشكل عام اللبنانيون خائفون من تطور هذا الوضع ومن انفلات الأوضاع أكثر والدخول في مواجهة موسعة لبنان لا يتمكن من تحمل تبعاتها إذن هي حالة من القلق ربما هذه الساعات أو الأيام المقبلة ستكون صعبة على اللبنانيين بانتظار الرد كيف سيكون ومن أين سينطلق نرى أن الغارات تستهدف أشخاص من قوة الرضوان واستهدفت آخر غارات قائد في قوة الرضوان لو تضعين بالمزيد حول هذه القوى التي تعتبر أساسية أو مهمة لدى حزب الله في الواقع كاترين هذه المعلومات هناك ما يناقضها أحد المقاتلين الذي نعى حزب الله اليوم علمنا بأنه ليس من قوة الرضوان إنما هو قائد عسكري وميداني مهم جدا وهو مسؤول عن عدد من المجموعات في الجنوب لكنه ليس ضمن قوة الرضوان بطبيعة الحال قوة الرضوان كما أيضا بات معلوما منذ أشهر بأنها ليست موجودة على الحدود المتاخمة لفلسطين المحتلة ليست موجودة في هذه القرى إذ أن مهامها ليست التدخل وليست مهامها عسكرية قتالية كما يجري اليوم من خلال الاستهدافات التي يقوم بها حزب الله على المواقع الإسرائيلية إنما لها مهام أخرى لكن إسرائيل من خلال استهدافها لعناصر حزب الله وكما بات معروفا خلال الأسبوع والأشهر الماضية وخلال استهدافاتها للمنازل التي يتواجد فيها عناصر لحزب الله هي تعرف وهي تلاحق وهي ترصد حركة المقاتلين في الحدود في القرى الحدودية اللبنانية وكما حصل أمس أو فجر اليوم في بلدة السلطانية علمنا بأن عددا أو مجموعة من عناصر حزب الله كانت متواجدة في هذا المنزل ولكن حزب الله حتى هذه الساعة نعى فقط عنصرين ربما الإصابات الأخرى هي إصابات ليست خطيرة أو يتم معالجتها في المستشفيات إسرائيل تستهدف عناصر حزب الله المتواجدين على الحدود بالغارات الإسرائيلية باستهدافها للمنازل وأيضا باستهدافات تقول بأنها بنى تحتية تابعة لحزب الله أشكرك من جنوب لبنان حنان عيسى مرسلة ألغان ترجمة نانسي قنقر